وتنضم إلينا من مدينة شفشعون شمال المغرب مراسلة الغد فدوى المرابطي فدوى بالتحديد ما هي المسافة التي تفصل بين رجال الإنقاذ وريان في هذه اللحظات تقريبا ثلاثة مترات تفصل رجال الإنقاذ الذين يقومون بعملية الحفر وبين النقطة التي يتواجد فيها هذا طفل ديال خمس سنوات ريان ابن منطقة شفشعون المسافة أصلا بين النقطة أو مسافة هذا النفق الذي سيتم حفره بشكل كامل للوصول إلى هذه النقطة والستة مترات يوم أمس ابتدأ العمل في الفترة أو المرحلة النهائية من عملية الحفر كما تشاهدون من ورائي البداية كانت بحفر هذه المنطقة بشكل كلي بشكل لإزالة الصخور والأحجار المتواجدة هنا من ثم إحداث تقب على المستوى الأفقي أو الحفر على المستوى الأفقي لتقريبا ستة مترات حتى يتمكن أعضاء فريق الإنقاذ والمختصون في الحفر من الوصول إلى النقطة التي يتواجد فيها ريان هذه العملية التي تعد بالضقيقة والحساسة والمهمة في الآن ذاته ابتدأت في السابعة من مساء يوم أمس وانتهت تقريبا في الساعة الأولى من صباح يوم أمس وانطلق بعدها العمل في المترات المتبقية طيب فدوى هل هناك أي إشارات تفيد بأن الطفل لازال حيا حتى الآن إذا رجعنا إلى تصريحات يوم أمس لبعض المتواجدين هنا خاصة من المشرفين على عملية الإنقاذ فيمكن القول على أن الطفل ريان هو على قيد الحياة كانت هناك مدخلة لأحد المشرفين على هذه العملية مع قناتنا قناة الغد وأكد فيها على أن ريان ما يزال حيا أيضا تصريح آخر كان في ساعة متأخرة من مساء اليوم قال فيه المسؤول هنا كما أقول عن عملية الإنقاذ قال على أن الأمل كبير في أن ريان هو ما زال على قيد الحياة وأن الإصراع في لربما الوصول إلى نقطة تواجده سيمكن من إخراجه من هذا البئر ومن هذه الظلمات وهو حي إلى حدود الساعة ولكن فدوى من يقولون من يقولون أنه لا يزال حيا حتى هذه اللحظات كيف تأكدوا من ذلك وإلى ما يستندون بالضبط نعم للإشارة منذ اكتشاف هذه المأساة أو هذه الفاجعة فقد قامت السلطات بإحداث خلية متابعة لحالة الطفل ريان نشاهد فوق لربما إذا سمح زميلي المصور بالتحرك هناك نشاهد أنه في هذه النقطة حيث كان يتواجد تقب الماء أو البئر الذي سقط منه ريان يتم مراقبة حالة هذا الطفل عبر التقاد صور فيديو من داخل المكان الذي يوجد فيه أو بوسط جهاز الكاميرا الذي يتم وضعه في المكان الذي يوجد فيه لمراقبة حالة ووضعية ريان الصحية في بداية تقريبا يومي الأربعاء والخميس كانت تظهر بعد مقاطع الفيديو التي كانت تظهر هذا الطفل وهو في حركة ليست حركة بدينامية ولكنها حركة بطيئة ولكن كانت تبعث الروح والأمل في نفوس كل متتبعي هذه القضية بأنه ما يزال حيا لكن خلال الأيام الأخيرة كان الاكتفاء فقط بهذه التصريحات صحيح أنه وردت بعد الأخبار التي تقول على أن ريان يأكل ويشرب ويتم وضع الأكل وشراب له وإنزال هذه الأكل وشراب له في المكان الذي يوجد فيه لكن هذه مجرد إشاعات نفاها أحد المشرفين على عملية الإنقاذ الذي قال أن ريان لم يأكل ولم يشرب باستثناء وضع أو لجوء السلطات المحلية إلى وضع الأكسجين ولم يشرب هل هذه هي مجرد تكهنات من قبل رجال الإنقاذ أو المسؤولين في هذا المكان عن عملية إنقاذه أم أنهم تأكدوا بالفعل ومن خلال الكاميرات التي أشرت إليها قبل لحظات من الآن هذه الكاميرات بأنها رصدت الطفل وهو لم يأكل أل هذا صحيح؟ يعني من أضرى بوضع ريان اليوم أكثر من المشرفين على عملية الإنقاذ هم الذين يراقبون هذا الطفل يراقبونه عن كتبه بشكل يعني على مدار الساعة يراقبون تحركاته يراقبون حركاته يراقبون وضعيته من خلال جهاز الكاميرا المتبت داخل المكان أو في قعر التقب المائي الذي يبلغه طوله 32 مترا الآن النفي كان قاطعا المشرف على هذه العمليات قال ريان لم يأكل ولم يشرب هذا نفي قاطع لا يدع مجالا للتشكيك أو للبحث لربما القول أنها مجرد تكاهنات هم كما قلت هم من يتابعون هذه الحالة عن كثب وهم المخولون بإعطاء مثل هذه التصريحات فقد قال على أن سلطات المتواجدة هنا تقوم بتزويد الطفل ريان داخل في المكان الذي يوجد فيه بقنينات الأكسيجين حتى تمكنه أو تساعده على تنفس الهواء وعدم اختناق رئتيه وبيع بسبب عدم استشاق الهواء إلى حدود الساعة آخر تصريحات نعم إذا كانوا تأكدوا بأن الطفل لم يأكل ولم يشرب حتى هذه اللحظات هل هم يعرفون بالضبط أو يقفون تحديدا على حالته الصحية قد يصعب الوقوف على حالته الصحية بشكل دقيق بحكم أن معينة الطفل سواء من طرف مختص أو طبيب يجب أن تكون بطريقة مباشرة الطفل يوجد على بعد 32 مترا من فوق سطح المنزل الذي تسكن فيه عائلته هي متابعة بالكاميرات بالصور التي تصلهم من هذا الجهاز الذي كما قلت هو متبت داخل أو في المكان الذي يوجد فيه تظهر كما ذكرت في الفيديوهات أو الصور أو المقاطع الأولى التي كانت تصلنا كمغاربة وكمتتبعي لهذه القضية كان يظهر الطفل وهو يتميل في بعض الأحيان وكأنه يسترجع يحاول استرجاع قواه ولربما هناك مؤشرات لدى المعنيين بتتبع صحته حول وضعيته الصحية لكن لم ترد أي معلومات تفصيلية وتوضيحية أكثر في هذا المجال فقط الاكتفاء بأن الطفل هو على قيد الحياة صحيح أو منطقي أنه لن يكون بصحة جيدة بالنظر لأنه طفل ذو الخمس سنوات يتواجد تقريبا منذ خمسة أيام في قعر بئر يبلغ طوله خمس واثنين وثلاثون مترا بدون أكل بدون شراب لكن جسده الصغير ما يزال يقاوم فأكيد أن وضعه الصحي لن يكون بجيد جدا ولن يكون بالعادي كبقية الأطفال في مثل سنه لكنه ما يزال يقاوم ما يزال يصارع من أجل العودة إلى الحياة هناك سؤال فدوى يشغل بال الكثيرين في العالم العربي ربما في العالم أجمع يقولون عمليات الإنقاذ كيف تستمر طوال كل هذه الأيام ولا يتم الوصول إلى الطفل ريان هل هناك صعوبات معينة تواجه رجال الإنقاذ بداية أريد فقط أن أشير هنا إلى أن حادثة ريان لم تكن حادثة معزولة كانت هناك حوادث مشابهة في عدد في بعض الدول العالم استغرقت العمل حتى في حكم الدول المتقدمة استغرقت عدة أيام هنا لنشرح الوضع تماما بالنسبة للمشاهد الذي يتابع قناة الغد والذي يستفسر عن وضعية ريان هذه المنطقة هي منطقة جبلية بيت هذا الطفل هو يأتي في هذه المنطقة الجبلية الثقب المائي الذي كان بجانب المنزل يبلغ طوله 32 مترا وقطره يعني 30 سنتيمترا يعني هو قطر ضيق فشلت كل المحاولات في الإنقاذ عبر المتطوعين الذين سعوا إلى الدخول في هذا النفق العمودي من أجل إنقاذ هذا الطفل لكن لم تنجح العملية وكانت المغامرة ستكون ذات عواقب تم التفكير في طريقة أخرى يعني بعد التفكير لابد أنه تفكير عميق وتفكير بعد استشارات وبعد الشماعات تم التوصل إلى أن الحل الأنسب بالنسبة أو في حالة ريان لإخراجه من عنق أو من قعر البئر هو استعمال هذه الطريقة حفر المنطقة الموازية للمكان الذي يوجد فيه أو توجد فيه هذا الثقب المائي بالتوازم ثم يعني بشكل عمودي ثم الحفر نفق بشكل أفقي حتى وصول إلى حيث المكان الذي يوجد فيه الطفل وانتشاله من أسفل المكان الذي يوجد فيه حتى لا تنجرف التربة والمعروف أن حسب ما يقوله أخصائي الجيولوجيا والطوبغرافيون والمختصون في هذا الشأن لأن تربة هذه المنطقة هي تربة هشة وسهلة الإنجراف فالتفكير كان بالنسبة للسلطات هو ضمان وسلامة صحة ريان صحيح أن الوقت تأخر لكن أي مغامرة أو أي استعجال في اتخاذ أي طريقة أخرى كان سيكلف الكثير خاصة وأن هذه المنطقة تشهد تواجد السلطات العمومية رجال الإنقاذ العديد العديد من الأشخاص الذين لم يتوقفوا منذ السماع خبر لم يتوقفوا عن الجهود التي يبدلون نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من مدينة شفشعون شمال المغرب مراسلة الغد فدوى المرابط